سحية طيب لجميع المشاهدين اهلا وسهلا بكم في قناة الصفاء المعرفة. اه سابقا كنا عملنا واحد اه شرح اه شاميل وكاميل ومميل بطبيعة الحال على اعشاق الصفار او اه بهذا المعنى اه معرفة اوقات الصفار في القطارات المغربية. ولهذا كنا عرضنا لكم واحد الموقع الرسمي اه الخاص بالشركة اه الوطنية للسكاك الحديدية. اذا الناس اللي بقى ما شافوش هاد اه الشرح هذا تلقوا تحت من هالفيديو في صندوق الوصف واحد اه قائمة تشغيل اه اسمي تاق الصفار اه غتلقوا فيها جميع الشروحات ان شاء الله ديال اه الصفار في اه المغرب بعد التطبيقات وبعد المواقع. اذا في هالفيديو هادا اه اه لقيت لكم واحد اه لابتكا تاي زوينق تاي تابع الا اه يعني الشركة دل القطارات في المغرب اه فيها بزاف دل مميزات ومن بين هاد المميزات وهو معرفة وضبط اوقات اه اه السفر عبر المدن المغربية اذا قبل ما ندخلوا في التفاصيل اذا كانت لك هاد اول مشاهدة ما تنساش الدعم ديالنا تضغط على زر الاشتراك ومتابع وليك وتبارتاجي هالفيديو مع الاصدقاء والعائلة وكل عادة اتلقاوا الرابط تحميد لهذا التطبيق في اول تعليق متبت تحت من هالفيديو ف اول تعليق متبت اذان من بعد ما غدي تاتلي شارجي وتانصطلي على التليفون ديالك مباشرة تتحلي او غدتفتحي بشكل عادي ومباشرة انا غدتبار معك هاد الواجه هاده غدتتختار الاختيار الاول اتناء استخدام التطبيق ومن بعد غدتكريكي على افيرما اه لو بغايت تكري في واحد كونت صوف في واحد الكونت بالنسبة لك تديمك من الناس اللي كي يصافروا بزيف بغايت تصوي كونت وهذاك ما بغايتش مباشرة نكليكي على فيرمي هنا الفوق مباشرة نأمشول هاد ثلاثة شريطات هادي ومن البعايت نكليكيه على بغامتر وغادي نحول التطبيق الى اللغة العربية بما احنا عرب والشرح دي هندي ما كيكون باللغة العربية اذا مباشرة هاد ثلاثة هادي الرحلات المقبلة وغايتلقى فيه بزاف الحويج ان شاء الله من القدام قدر نشرحهم عني حاجة بحاجة غامشيو هاد الرحلات المقبلة نكليكيه عليها وهنا غايتبان معنا مباشرة هاد الوجه هادي عادنا الانطلاق وعادنا الوصول على سبيل المثال من اي مدينة بغايت تركبها على سبيل المثال احنا بغاين نركبه من جديدة على سبيل المثال الرباط والمحمدية والنواصر والخميسات والبوزنيقة على هاد شكل هادا اذا غايتنا نجيو لهاد البلاصة هادي مباشرة غايتبانوا معنا جميع المدن يمكنك تقلب على المدينة اللي ينتق بغايت تركب منها او يمكنك تكتب اسمية للمدينة على هاد شكل هادا احنا بغاين نركبه من الجديدة مباشرة غايت تبان معنا الجديدة نكليكيه عليها على هاد شكل هادا عادنا الوصول يعني للبلاصة اللي احنا غاين نمشيه عليها على سبيل المثال غادي نختاره اه غادي نختاره على سبيل المثال اه اشنا هو اشنا هو على سبيل المثال محمدي على هاد شكل هادا هناك عادنك الاوقات اه يعني التاريخ ركي يدهر مباشرة اه في هاد البلاصة وعادنك كذلك حتى التوقيت كيبان مباشرة في هاد البلاصة انتهى على سبيل المثال اي نهار بغيتي تركيب فيها لسا بالمثال كتيب بغي تركيب نهار الخميسة غادي تختار نهار اه او كتيب بغي تركيب نهار اللي اربعة تكليكي على 11 وعلى هاد شكل هادا احنا غادي نختاره 11 على هاد شكل هادا وهنا غادي مباشرة غادي اخلي اغاتبان اوتوماتيك موزز زروات لتشكل ومباشرة تكليكي على بحت من بعد غادي تسنق حتى يبانوا معك يعني كيفما كتشوفوا الانطلاق من الجديدة والوصول للمحمدية وهنا بطبيعة الحال هنا كان أول قيطار غادي خرج مع الساعة ونص وغادي وصل لمحمدية مع التبنية ونص كان القيطار الثاني على ما أعتقد غادي خرج مع السبعة ونص وغادي وصل مع تسعود وثمانية واربعين دقيقة وهكذا كيفما كتشوفوا يعني غادي نشوفوا آخر قيطار آخر قيطار وهو مع الساعة وخمسة وثلاثين غادي دير ديبار من مدينة جديدة وغادي وصل لمحمدية مع التمنية وخمسة وخمسين وبطبيعة الحال أي قيطار كيجي مش مدينة ضروري ما كيوقف في الضار بيدها بالنسبة للرجعو الوراء بالنسبة لهد القادية رقم القيطار رقم مع السكة واحد كنت السكة جوج ما يمفوتوا هذه القادية هذه وبالنسبة للناس اللي عندها معرفة بهذا أنواع القطارات يمكن اللي متفضلوا يكتبونينا التعليقات تحت من هذا الفيديو في التعليقات يمكن ليك هنا اللي بغتي تبدل لسا بالمثال اللي بغتي تركم من المحمدية ترجع بحالاتك الجديدة يمكن ليك تكليك فقط على هذا الخيار هذا أو تكتب يعني أي اسمية هنا وبطبيعة الحياة غتختاروا كيف ما قلت لكم تاريخ ومنبوها شارتنا تكليكيو على بحث وغادين اه تسمنا واحتيبينوا معاك جميع المعلومات والاشعارة إلا كانش واحد كيف ما قلت لكم معارف هاد اه الانواع او هاد الاشارات يخليها يتفضلوا يكتبوا منها في اه التعليقات تحت من هاد اه الفيديو الصفحة الرئيسية كيف ما قلت لكم ان شاء الله من القدام قلت نشرحوا اه بعض الشروحات او جميع الشروحات ان شاء الله لتيصر الوقت على هاد الخاصيات اللي كين في هاد تطبيق صارح تطبيق رائع وجميل مهم لو وصلتوا لهاد النقطة هادي ما تنسوش تجاهدوا هاد القائمة هادي اللي غتلقوا في ان شاء الله اه كيف ما وعدكم او كيف ما قلت لكم جميع الشروحات الخاصة بالصفر في المغرب او اي حاجة كتعلق بالصفر اه تحياتي